في البيت، في العمل، في الشارع، في كل وقت وفي أي مكان لا مهرب من مواجهة المشاكل ولا ملجأ يحميك من تقلبات الحياة هذا واقع لا يمكن لأحد أن ينفيه أو أن ينكره ولكن هل هذا يعني أن نستسلم وأن نسمح للمنغصات أن تسيطر على حياتنا وتحرمنا الراحة والسكينة؟ في كتابه لا تهتم بصغائر الأمور يقدم لنا الدكتور ريتشارد كارلسون الذي قضى جزءاً كبيراً من حياته في معالجة مشاكل القلق والتوتر مجموعة من النصائح للتخلص من القلق وعيش حياة هادئة ومطمئنة أولاً لا تقلق لصغائر الأمور في أحيان كثيرة ننسق وراء القلق والغضب بسبب مشكلات تافهة وسغيرة قد يزعجنا الانتظار في طابور طويل أو قد نغضب لأن العمل كثير ولا ينتهي أو قد نتوتر لأننا تخلفنا بضعة دقائق عن الموعد كثيراً ما يتعكر مزاجنا بسبب أشياء تافهة وهذا حسب الكاتب خطأ جسيم يستنفذ منا طاقتنا ويحرمنا لذة الحياة وجمالها لذلك فتجنب القلق بسبب الأمور الصغيرة سيمنحك راحة أكبر في حياتك ثانياً تصالح مع عيوبك يقول الكاتب أن الرغبة في الوصول إلى الكمال تتصادم مع تحقيق السكينة الداخلية بحيث أن سعينا المستمر للحصول على شيء أفضل يحرمنا لذة الاستمتاع بما نملك ويفقدنا الشعور بالرضا والقبول هذا لا يعني التوقف عن بدل الجهد بهدف التطور والتحسن ولكن اعلم أن التصالح مع عيوبك لا يتعارض مع ذلك الهدف لا بأس أن تحاول إنقاص وزنك لكن هذا لا يعني أنه عليك أن تكره شكلك الحالي لا بأس بأن تحلم بامتلاك مال أكثر ولكن إياك أن تتذمر من وضعك المادي اقبل حياتك كما هي فأنت لم تخلق لتكون كاملا خصص لنفسك وقتا للهدوء كل يوم يقول الكاتب أن أفضل أوقات يومه هي ساعات الصباح الأولى إنه الوقت الذي ينعم فيه بالهدوء في عزلة تامة بعيدا عن اندزامات الحياة يضيف الدكتور ريتشارل كارلسون أنه خلال فترة عمله في علاج التوتر لم يصادف شخصا واحدا يتمتع بالسلام الداخلي دون أن يخصص لنفسه كل يوم وقتا للهدوء سواء بجلسة في الطبيعة أو لسمتاعي وحيدا بحمام ساخن ففي عالم مليء بالضوضاء والتشتت نحن بحاجة ماسة لأوقات ننفرد فيها مع أنفسنا فذلك يساعدنا على إعادة السكينة والتوازن إلى حياتنا تذكر أن حاجة منعاش لا تنتهي ينتبه اعتقاد خاطئ بأنه ينبغي علينا أن ننجز كل شيء في وقته المحدد وأن أي تأخر أو تقصير يعني فشلنا في مهمتنا أو في حياتنا وهذا حسب الكاتب تفكير غير سليم لا يمكنك أن تنجز كل شيء على قائمة أعمالك ومهما نجحت في ذلك ستظهر دائما مهم جديدة لذلك لا تنسى أن تمنح نفسك ومن تحب بعضا من وقتك وتذكر أن الهدف من الحياة ليس هو إنجاز كل شيء ولكن التمتع بكل خطوة على طريقها واعلم أنه عندما توفيك المنية لن تندم لأنك لم تكمل مهمك ولكنك ستندم لأنك لم تقضي وقتا أطول مع من تحب تعلم أن تعيش في الوقت الحاضر الحاضر هو الوقت الذي نعيش فيه فعلا ما حدث بالأمس لن يعود وما سيحدث غدا هو غيب لا نعلمه لذلك يبين ريتشارد كارلسون أنه من الخطأ أن نسمح لمشكلات الماضي واهتمامات المستقبل أن تسيطر على وقتنا الحاضر بدرجة تؤدي بنا إلى الشعور بالقلق والإحباط والضيق واليأس لذلك أعلم أن الوقت الحاضر هو الوقت الوحيد الذي نملكه ونسيطر عليه وبالتركيز على هذه اللحظة فإننا نطرد القلق من عقولنا تأمل مقولة مارك توين لقد مررت ببعض الأمور الصعاب في حياتي ولقد حدث بعضها بالفعل سأل نفسك هل تمحو الأيام الأثار هل سبق لك وأن مررت بمشكلة معينة تشجرت مع زوجتك أو أضعت مفاتيح سيارتك أو سرق منك شيء ثمين في الغالب ننسى هذه الأشياء مع مرور الوقت ويزول أثر الحزن والأسى الذي حل بنا حين حدوثها يلفت الكاتب انتباهنا إلى هذه الحقيقة ويرشدنا إلى حيلة تساعدنا على التخفيف من هول الأزمات يسميها ترسيب الزمن وهو إدراك أن ما تمر به اليوم ستنساه غدا لذلك لا داعي لتحميل الأمور أكثر من حجمها فالزمن كفيل بعلاج كل شيء سلم بالحقيقة القائلة أن الحياة ليست مثالية من الأخطاء التي نقع فيها أننا نشعر بالأسى والحزن لاعتقادنا أن الحياة يجب أن تكون مثالية الحقيقة كما يقول الكاتب هي أنها لم تكن ولن تكون كذلك أبدا لا يمكن أن ننجح في كل شيء ولا ينبغي أن نحصل على كل ما نرغب لذلك لا تضع وقتك في التشكي من الحياة ومظالمها فهي خلقت لتكون كذلك هذا طبعا لا يعني أن لا نعمل على تحسين معيشتنا ولكن اعلم أن دورك ليس جعل العالم مثاليا بل دورك هو أن تبدل قصارى جهدك فأنت مطالب بالعمل وليس بالنتيجة هذا سيخلصك من الشعور بالأسى على ما لم تنجح في تحقيقه قد يكون الملل مفيدا تعددت المسؤولية في حياتنا لدرجة أنه يستحيل علينا أن نظل جالسين دون فعل أي شيء وحتى في أوقات فراغنا نحاول أن نلهي أنفسنا بشيء ما لذلك يقول الكاتب أنه من الجيد أن تسمح لنفسك بين الحين والآخر أن تصاب بالملل ولو لساعة واحدة أو أقل دون مقاومة هذا الشعور فالشعور بالملل سوف يحل ما حله شعور بالسلام والهدوء وبعد قليل من الممارسة سوف تتعلم كيف تسترخي إن الكثير من الطيق والصراع الداخلي ينتج من عقولنا التي لا تهدأ فعقلك مثل جسمك تماما يحتاج إلى بعض الراحة تخيل أنك تشهد تشيع جنستك هذا الأسلوب حسب الكاتب فعال جدا لأنه يذكرنا بأهم الأشياء في حياتنا تخيل أنك على فراش الموت وأعيد النظر في حياتك حينها ستتجلى لك كل الأشياء التي تود تغييرها ولحسن حظك أنك الآن لا تزال تملك الوقت لفعل ذلك ستجد أن الكثير من الأمور التي تقلق عليها لن يكون لها أي أهمية في نظرك وأنت على فراش الموت لذلك عوض القلق على الأشياء التافهة ابدأ في توجيه انتباهك إلى ما يهمك فعلا والذي سيجعلك في حالة رضا وارتياح تام عند انتقالك إلى العالم الآخر ذكر نفسك دائما بأن الحياة ليست حالة طوارئ يعتبر الدكتور ريتشارل كارلسون أن هذه الفكرة تلخص الرسالة الأساسية لهذا الكتاب فكثير من مرضى القلق والتوتر الذين علاجهم كانوا يرون أن الحياة حالة طوارئ متواصلة وكأن أحدا يصوب مسدسا نحو رؤوسهم ويأمرهم بإنجاز كل شيء في وقته وإلا سينهي حياتهم والواقع ليس كذلك نحن من يخلق هذا الضغط ونلزم به أنفسنا فنأخذ أهدافنا بجدية زائدة عن اللزوم وننسى أن نمرح أو أن نعطي أنفسنا بعض الراحة حين تجد أنك تعاني من الضغط والتوتر تذكر هذه العبارة الحياة ليست حالة طوارئ تخير معاركك بحكمة الانتصار في الحرب لا يستلزم الفوز في كل المعارك وكذلك الحياة أنت لست مطالبا بأن تخوض كل الصراعات ستجد دائما من يختلف معك وستواجه حتما ما يثير غضبك وانزعجك فالحياة بطبيعتها حلبة للصراع والمنافسة وإذا اخترت أن تواجه الجميع فستقضي كل عمرك في حرب لا تنتهي لذلك ينبهنا الكاتب إلى ضرورة أن نختار بوعي المعارك التي يجب أن نخوضها ونبتعد عن تلك التي لا تستحق أن نضيع فيها وقتنا وجهدنا فمن يختار حياة المحارب لن يهنى بالسكينة أبدا اختر معاركك بحكمة وترفع عن صغائر الأمور مارس أعمال الخير دون مقابل من أعظم أسباب الشعور بالرضا والراحة كما يبين الكاتب أن تفعل الخير دون مقابل فتقديم الخير أمر ممتع ويعود عليك بالمشاعر الإيجابية ليس من الضروري أن تقدم أشياء باهضة جرب أن تجمع القمامة من الحي الذي تعيش فيه أو أن تقدم تبرعا صغيرا باسم فاعل خير أو أن تساعد رجل مسنا حين يقطع الشارع أشياء بسيطة كهذه ستخلصك من القلق والتوتر وتملأ قلبك بالراحة والسكينة كما أنه إذا قدم كل منا شيئا جميلا سنعيش بلا شك في عالم أفضل أينما تذهب فأنت هناك في الغالب نميل إلى الاعتقاد أننا لو كنا في مكان آخر غير مكاننا الحالي سيكون حالنا أفضل سنكون أكثر سعادة لو سافرنا إلى بلد آخر أو تحصلنا على وظيفة أخرى أو ارتبطنا بشخص آخر والحقيقة حسب الكاتب أن هذا ليس صحيحا بالمرة فلو كانت لديك عادات ذهنية سيئة كأن تغضب أو تحبط بسرعة فلن تفارقك أينما ذهبت أما إن كنت شخصا سعيدا فنادرا ما تصاب بالضيق مهما كان المكان الذي تتواجد فيه لذلك عوض التركيز على تغيير الخارج حاول أن تتغير من الداخل فالإحساس بالرضا شعور داخلي يمكنك أن تحمله معك إلى أي مكان فكر دائما فيما تملك بدلا من التفكير فيما تريد يقول الدكتور ريتشارل كارلزون أن من أكثر المشكلات والعادات النفسية التي تؤثر سلبا علينا هي أننا نميل إلى التركيز على ما نريد أن نملك أكثر من تركيزنا على ما نملك بالفعل الإنسان من طبيعته أنه لا يشبع أبدا حتى وإن حصلت على مرادك ستتجدد داخلك رغبة امتلاك شيء آخر وإذا ربطت سعادتك بامتلاك ذلك الشيء سوف تظل حبيسا لحاجاتك ورغائبك فالسعادة لن تتحقق طالما هناك رغبات متواصلة والحل أن تحول تركيزك إلى ما تملكه وتشكر الله على النعم التي بين يديك وستدرك حينها قيمة الشعور بالرضا والقناعة شكرا للمشاهدة